الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كهيراً إلى يوم الدين أما بعد فهذا درس آخر من دروسنا في مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نواصل ما ابتدانا فيه من قراءة كتاب الوضوء من المختصر الصحيح فليتفضل القارئ بارك الله فيه وجزاه الله خيراً الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقلت إنا نرمي بالمعراض فقال إذا أصبت بحده فكل ما خزق فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل وسألته يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميت وفيه سهمه فقال إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وقع في الماء فلا تأكل وسألته عن صيد الكلاب فقلت أرسل كلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك قلت وإن قتل قال وإن قتل فإن أخذ كلبك ذكاه قلت فإن أكل قال إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنه إنما أمسكه على نفسه لم يمسك عليك قلت أرسل كلبي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولم أدر أيهما أخذه قال إن وجدت مع كلبك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر عدي بن حاتم صحابي والده حاتم الطائي المشهور بالكرم وكان قد أعرض عن الإسلام مدة حتى أخذت أخته في الأسر فرأت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلها تدعو أخاها لأن يدخل في هذا الدين فهداه الله سبحانه وتعالى وروا عددا من الأحاديث منها هذا الحديث الذي يتعلق بالصيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض وهو نوع من أنواع السهام كانوا يصيدون الطيور بهذه السهام فقلت إن نرمي بالمعراض يعني نرمي الصيد فقال صلى الله عليه وسلم إذا أصبت بحده يعني إذا كان المعراض قد دخل بحده في الطير فكل ما خزق يعني إذا تمكن من خرق الطير ودخول من جهة من جهاته والخروج من جهة أخرى فحينئذ يجوز لك أن تأكل لأنه قد خرج دم الذكاة منه فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد يعني أنه إذا لم يصب الصيد بحده وإنما أصابه بجانبه فضربه بجنبه فقتله فإنه حينئذ يعتبر ميته فالوقيذ المراد به الميت من الضرب فلا تأكل أما إذا أصاب بعرضه فلم يمت وسقط في الأرض وأدرك حياته فذكاه فإنه حينئذ مذكى وبالتالي يجوز الأكل منه قال وسألته يرمي الصيد يعني إذا كان هناك شخص رمى صيدا لكنه فقد أثره اليوم والثلاثة قال فيفتقر أثره أي أنه لم يتمكن من وجود أثر له لمدة يومين أو ثلاثة ثم وجده ميتا وفيه سهمه فهل يأكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رميت الصيد ووجدته بعد يوم أو بعد يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل إن شئت لأنه حينئذ يعتبر من الصيد ثم قال وإن وقع في الماء فلا تأكل يعني أن الصيد إذا رميته بسهمك ثم وقع في الماء فحينئذ لا يجوز لك أن تأكل من هذا الصيد قال وسألته عن صيد الكلاب يعني إذا كان عندي كلب معلم والمراد بالكلب المعلم هو الذي لا ينطلق إلا إذا أمره صاحبه ولا يأكل من الصيد فهذا كلب معلم وإذا أمر بالكف عن الصيد امتثل للأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك يعني من الحيوانات التي صادها الكلب من الأرانب أو نحوها قلت وإن قتلنا يعني لو قدر أن الكلب المعلم قتل الصيد فقال صلى الله عليه وسلم وإن قتلنا يعني كل من صيد الكلاب المعلمة وإن قتلنا فإن أخذ كلبك يعتبر ذكاتا يعني يحل لك الأكل منه قلت فإن أكل يعني لو قدر أنه قتل ثم أكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكل فمعنى أنه لم يعد كلبا معلما فإنه إنما أمسكه لنفسه ولم يمسكه من أجلك وبالتالي لم يحل لك قلت أرسل كلبي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولم أدري أي الكلبين أخذ هذا الصيد فقال صلى الله عليه وسلم إن وجدت مع كلبك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر في هذا الحديث من الفوائد أن في هذا الحديث من الفوائد أن صيد المعراض يحل إذا خزك وخرق الطير وأما إذا لم يخرق الطير فإنه لا يجوز الأكل منه وفي هذا الحديث أن ما أصاب الصائد بسهمه بعرضه وضربه بجنب السهم فمات فإنه لا يحل ويعتبر ميته وفي هذا الحديث أن الموقوذة وهي المضروبة حتى الموت تعتبر ميتة لا يجوز أكلها فبعض البلدان يضربون الحيوان حتى يموت مع رأسه أو مع غيره فهذا المضروب حتى الموت لا يحل أكله وفي هذا الحديث أنه إذا رمى بسهمه فصاد صيدا فلم يجد الصيد لمدة يومين أو ثلاثة ولم يجد فثم وجده ولم يجد فيه إلا أثر سهمه جاز له الأكل منه ما لم يتغير ما لم يتغير وفي هذا الحديث أيضا أنه إذا وجد مع سهمه أثر سبب آخر قد يموت الطير من أجله لم يحل أكله وقد قعد العلماء قاعدة وهي أنه إذا تردد الشيء بين الحل والتحريم فإنه يغلب جانب التحريم ولذا فإن المسائل أربعة أنواع نوع يوجد فيها سبب إباحة فقط فهذا يحكم عليه بالإباحة ونوع لا يوجد فيه إلا سبب تحريم فحينئذ يحكم عليه بالتحريم مثال الأول الأغنام البقر الأرانب هذه فيها دليل يدل على إباحتها فيحكم عليها بالإباحة والنوع الثاني ما وجد فيه سبب تحريم فإنه يحرم من مثلي الخنزير الحمار النوع الثالث مجتمع فيه سبب تحريم وسبب إباحة فهذا النوع نغلب فيه جانب التحريم ومن أمثلة ذلك البغل فإن أحد أبويه الحصان الذي يجوز أكله والآخر الحمار الذي لا يجوز أكله فغلب جانب التحريم ومثله ما إذا أصاب بسهمه الطير فوقع في الماء فحينئذ وجد فيه سبب إباحة وهو الصيد ووجد فيه سبب تحريم وهو الغرق فغلبنا جانب التحريم والنوع الرابع ما لم نجد فيه سبب إباحة ولا سبب تحريم فهذا نحكم عليه بقواعد الأصل فالأصل في اللحوم مثلا هو الحل والإباحة فنحكم في اللحوم بالإباحة الأصل في العادات الإباحة الأصل في العبادات التحريم وفي هذا أيضا مما ذكر في الحديث قال إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكل لماذا؟ لأنه اجتمع فيه سبب إباحة وهو الكلب المعلم وسبب تحريم وهو الكلب الآخر وفي هذا الحديث أن الصيد لا يحل إلا بذكر الله تعالى فمن شرط حل الصيد أن يذكر فيه اسم الله تعالى ولذا كان الراجح في الصيد أنه يشترط فيه ذكر اسم الله لو نسي التسمية لم يحل بخلاف الذكاة التي تكونه باليد فإن من نسي ذكر اسم الله فإنه يحل على الصحيح على اختلاف بين الفقهاء فالفقهاء لهم في المذكة ثلاثة أقوال لهم في اشتراط البسملة والتسمية في المذكة ثلاثة أقوال فالشافعية يقولون لا يشترط ذكره ولا يضر ذكره لا عمدا ولا نسيانا وأحمد ومالك يقول من ترك البسملة نسيانا لم يضره بخلاف ما لو تركها عمدا وأبو حنيف يقول يشترط في المذكة التسمية وفي هذا الحديث أيضا أن من شرط حل صيد الكلب أن يكون الكلب معلما إن كان الكلب غير معلم لم يحل صيده وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الكلب إذا أكل فإنه لا يجوز أكل صيده وهذا مما يختص به الكلب وما ماثله من الحيوانات البرية ولكن صيد الطير يحل ولو أكل من الصيد وفي هذا الحديث أنه إذا وجد كلب معلم وكلب غير معلم لم يحل الصيد نعم خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل العبد المسجد كان في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ما لم يحدث وتصلي الملائكة على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا قال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت قوله هنا صلاة الجميع أي صلاة الجماعة تزيد أي تفضل وتضعف على صلاته في بيته وصلاته في سوكه خمسا وعشرين درجة في لفظ جزء فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء أي قام به على الوجه المطلوب منه ثم خرج إلى المسجد أي ذهب إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة نيته من هذا الخروج هي اتيان المسجد من أجل الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة أي لا يخرجه من بيته إلا إرادة أن يؤدي الصلاة في المسجد لم يخطو خطوة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة في ذهابه للمسجد وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل العبد المسجد كان في صلاة أن يؤجر أجر من يصلي ما كان في المسجد ينتظر الصلاة تحبسه أي توقفه وتمنعه من الرجوع إلى أهله ولذا قال لا يمنعه أي لا يرده أن ينقلب ويعود إلى أهله إلا انتظار الصلاة ما لم يحدث فسر أبو هريرها الحدث بأنه الريح وتصلي الملائكة على أحدكم أي تدعو له وتثني عليه ما دام في مصلاه أي في موطن صلاته الذي صلى فيه تقول الملائكة اللهم صل عليه أي اللهم أثني عليه اللهم أغفر له أي تجاوز عن ذنوبه وامسح آثارها اللهم ارحمه ما لم يؤذي فيه أي يكون سببا في إيذاء الآخرين إما بصوت أو فعل أو غير ذلك ما لم يحدث فيه أي ينتقض وضوه وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر فإن الله جل وعلا له ملائكة في الليل ينزلون الفجر ويصعدون العصر وملائكة الليل ينزلون العصر ويصعدون الفجر فهم يجتمعون في هاتين الصلاتين ولذا قال أبو هريرة إن قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا يرد به ذلك قرآن الفجر يعني صلاة الفجر ولذا شريع إطالة القراءة فيها كان مشهودا أي تشهد هذه الصلاة ملائكة الليل وملائكة النهار قال رجل أعجمي يسأل أبو هريرة ما الحدث في قوله ما لم يحدث قال أبو هريرة يعني الصوت ففسره بخروج الريح فهذا الحديث فيه فضيلة صلاة الجماعة والظاهر أن قوله صلاة الجميع يراد بها الصلاة التي تكون في المسجد وذلك أنه قال على جهة التفسير لهذا اللفظ فإن أحدكم إذا توضأ ثم خرج إلى المسجد وفي هذا الحديث أن الصلاة في البيت صحيحة ولكن العبد ترك بها الفاضل والأظهر أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه في ترك الجماعة لكونه أعمى قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحة لكن لو صلى في البيت فصلاته صحيحة مع إثم ترك الجماعة وفي هذا الحديث الترغيب في إحسان الوضوء بالإبلاغ فيه وفي هذا الحديث أن نية العبد معتبرة ولذا من خرج من بيته ونيته الصلاة في المسجد كان له هذا الأجر العظيم باحتساب خطواته فإن قال قائل بأن هذا الحديث فيه أن من خطى خطوة رفعه الله بها درجة فهل هذا يدل على تفضيل المشي على القدمين أو أن المراد به مقدار الخطوة سواء خطاها برجله أو كان راكبا خطوة قلنا قلنا قولان لأهل العلم منهم من يقول بأن الأجر الوارد في الحديث لا يكون إلا لمن جاء على أقدامه وآخرون قالوا بأن هذا يصدق أيضا على من أتى على مركوبه والجمهور على القول الأول وفي الحديث جواز الذهاب إلى الأسواق وحل ذلك فإنه قال تزيد على صلاته في بيته وسوقه فجعل الصلاة في السوق مفضولة مما يدل على جواز الذهاب إليها واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الصلاة في مسجد السوق مفضولة وأن الأولى أداو لإنسان الصلاة في مساجد الأحياء وفي هذا الحديث فضيلة انتظار الصلاة وأن من كان ينتظر الصلاة كتب له أجر الصلاة ما دام ينتظرها وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة منتظر الصلاة وفي هذا فضل التبكير لأداء الصلوات مع الجماعة في المساجد وفي الحديث أيضا فضيلة الجلوس بعد الصلاة وأن العبد الذي يجلس في المسجد الذي صلى فيه فإنه تدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة والثناء وفي هذا وقوله في هذا الحديث ما دام في مصلى للعلماء فيه قولان قول يقول المراد به مكان الصلاة الذي صلى فيه بعينه وقول يقول بأنه يشمل عموم المسجد الذي صلى فيه الإنسان ولعل هذا القول الثاني أظهر فإن المسجد مصلى لإنسان الذي صلى فيه وقتبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتقل من مكانه في المسجد إلى مكان غير مكان محرابه وفي هذا الحديث أن الملائكة يدعون لابن آدم بالرحمة وبالمغفرة وفي هذا الحديث تحريم إيذاء الآخرين خصوصا في المساجد وأن ذلك مما يقطع دعاء الملائكة للإنسان فهذا الذي يؤذي الآخرين سواء بحجز مكان أو برفع الصوت أو بمد يد أو غير ذلك من أنواع الإيذاء فإن الملائكة تقطع دعاءها لمن كان كذلك ولو كان معتكفا وفي هذا الحديث فضيلة صلاة الفجر وعظم الأجر المرتب لمن شهدها مع الجماعة وأن ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون لصاحبها عند الله تعالى وفي هذا الحديث بيانوا أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء وقد استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أن خروج الخارج من غير السبيلين لا يعد من نواقض الوضوء كما لو خرج دمه أو خرج منه قيح أو صديد وهذه المسألة العلماء لهم فيها ثلاثة أقوال مشهورة فعند أحمد أن الفاحش الكثير من الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء بخلاف اليسير والقول الآخر بأنه ناقض مطلق وقال به طائف من التابعين والقول الثالث أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينتقض الوضوء به إلا أن يكون بولا أو غائط ولعل هذا القول أرجح الأقوال لعدد من الأدلة تدل على أن الوضوء لا ينتقض إلا بخروج البولي والغائط بسم الله إليكم قال عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن أفان رضي الله عنه قال أرأيت إذا جامع امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير وتلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك عن زيد بن خالد وهو من الصحابة أنه سأل عثمان بن عفان الخليفة الراشد قال أرأيت يعني لو قدر أنه جامع رجل امرأته فغيب فرجه في فرجها لكنه لم ينزل المني فحينئذ ما حكمه فقال عثمان يتوضى يعني أنه لم يرى عثمان وجوب الغسل عليه قال عثمان يتوضى كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن ذلك عددا من الصحابة فوافقوا عثمان في ذلك هذا الحديث دليل لمن يرى أن الاغتسال في الجماع لا يجب إلا عند الإنزال وهذا مذهب الظاهرية ومذهب لإم الأربعة أنه يجب الاغتسال بالجماع ولو لم ينزل وستدل على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم في هذا الحديث وإن لم ينزل فدل هذا على إيجاب الغسل وقد ورد أن الصحابة اختلفوا في ذلك فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها فأخبرتهم بهذا الحديث ولذا فإن جماهير أهل العلم على أن الغسل يجب بالجماع ولو لم ينزل ما دام قد غيب الحشفة وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل سولى الله صلى الله عليه وسلم أرسل أي بعث من يطلب هذا الرجل الأنصاري فجاء الرجل الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر أي أنه يتساقط منه الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك أي جعلناك تستعجل فلا تكمل جماعك فقال الرجل نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أي طلب منك قطع الجماع قبل الإنزال أو قحطت أي لم تنزل المنية فعليك بالوضوء يعني أنه يكفيك الوضوء وهذا من أدلة الظاهرية على أن من جامع فلم ينزل لم يجب عليه الغسل والجمهور على إيجاب الغسل كما تقدم وفي الحديث جواز كشف الرأس فإن هذا الرجل كان كآشفا لرأسه ولذا رؤيا أثر الماء على شعره وفيه أيضا جواز وضع الشعر وعدم لزوم حلقه وفي هذا الحديث سؤال الشخص عن خصائصه ودقائقه إذا كان يترتب عليها حكم شرعي ولذا قيال له لعلنا أعجلناك بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين نسأله سبحانه صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا حي يا قيوم نسألك مغفرة للذنوب ورفعة للدرجات اللهم اجعلنا من المواظبين على الصلاة مع الجماعة في المساجد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم اجعلهم أخوة متحابين متآلفين متوادين اللهم وفقوا لا تأمرنا لكل خير اللهم اجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسداد هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين